السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنت مشترك فقنا اشترك فقنا وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طريقة مضمونة مية بالمية لتحميل برنامج اي تونز على جميع اجهزة الماك ولجميع الاصدارات كيف تحمل الطريقة جدا سهل اول شي كل ما عليك انك تدخل على هذا الموقع الرابط في الديسكيبشن بعد ما تدخل على هذا الرابط او الموقع انزل انزل تحت وتحصل رابط التحميل نضغط على هذا الرابط التحميل الملف الخاص للتثبيت اي اضغط على هولو يعني السماح الحين انتظر ثواني لان ما يكمل التحميل الملف هذا الملف خاص يعني للتثبيت اي تونز لكل انظمة او اصدارات نظام ماك او اس اوكي بوقف الفيديو لان ما يكتمل وبرجع لكم فايالله اوكي يا شباب مثل ما تشوفون تم تحميل الملف هذا هو الملف اوكي اضغط على الملف او اطغط كليك يمين واضغط على شو ان فولدر يعني فتح يعني موقع اه الملف اوكي هذا هو الملف حطه في سطح المكتب اوكي الناس ما تشوفون بعد ما تحمل الملف افتح الملف بتحصل هذا البرنامج اضغط عليه دبل كليك الحين بيعطيك بهذا الشكل طبعا حل هذا المشكلة جدا بسيط يا شباب كل ما عليك انك تروح ل اعدادات سيتينك الحين اضغط على هذا الخيار سيكوروتي اوكي هنا بتحصل اول شي روح اضغط على كنسل لما تضغط على كنسل راح يعطيك هذا الزر اضغط على اوبن اني في الحين اضغط على اوبن بعد ما تضغط على اوبن مباشرة راح البرنامج يفتحيني عندك ثلاث برامج برنامج برنامج هذا وبرنامج اي تونس انت اختار اي تونس اضغط على انستال الحين اضغط على كونتينيو يعني متابعة اوكي الحين اذا فتح لك هذا النافذة اغلقها اوكي احدد بهذا الشكل اوكي اضغط على كونتينيو واضغط على هذا الخيار اوكي حط الرقم بالباسفورد الخاص بك باسفورد الجهاز رقم تشجيل الدخول للماك واضغط حلق اوكي اوكي الحين راح تنتظر لين ما يكمل التحميل طبعا راح بوقف الفيديو او بسرع الفيديو لين ما يكمل مية بالمية وارجع لك 98 بالمية القسم الاول تقريبا انتهى الحين نروح للقسم الثاني اللي هو استخراج اي تونس اوكي الحين يطلب ان يقل باسفورد مرة ثاني الرمز الماك تضغط على انتر اوكي الحين يبدأ يكمل الاستخراج اي تونس الحين نروح للقسم الثاني هو التحقق من اي تونس والثلاث تذبيت خلاص بها الطريقة تم التذبيت الحين يقول لك اني انك تسوي يعني تعطي الصلاحية اللي لازم اضغط على هذا الزر بعد ما تضغط على هذا الزر مباشرة راح يفتح لك بهذا الشكل الحين يقول لك اني افتح القفل مرة ثاني يعني يعطي صلاحة الوصول يعني للبرنامج نحط الرمز الماك مرة ثالثة واضغط على انتر مباشرة اسحب بهذا الطريقة اسحب هذا الشيء مباشرة هنا وخلاص تم تذبيت الايتونس يقول لك اني مبروك تم تذبيت الايتونس الآن يضغط على اغلاق اغلاق الآن كيف توصل للايتونس بطريقتين الطريقة الاول ان تفتح ملف البرامج وتروح لاخر شيء عفوا تفتح ملف البرامج وتروح لهذا القسم الثاني بتحصل ايتونس تم تذبيته هذا هو ايتونس ايضا الطريقة الثانية للدخول لبرنامج ايتونس من فندر من برنامج فندر الآن روح للتطبيقات الآن ابحث عن ايتونس وين الايتونس ابحث عن ايتونس ايني وين بتحصل اه هذا هو ايتونس اضغط على دبل كليك وراح يفتح برنامج ايتونس الآن اعطيه الصلاحي الوصول اقرأ يعني موافق على الشروط اوكي خلاص تم تذبيت الايتونس هذا هو برنامج ايتونس الحين توصل الايفون بالبرنامج وتستخدمه بالطريقة العادية وبس يا شباب هذا هو طريقة تذبيت ايتونس اوكي الحين بشرح لك كيف تربط الايتونس بالآيفون او الايباد كيف كل ما عليك انك توصل كابل 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 الشحن بالآيفون بالآيفون او الايباد على الماك مباشرة راح يفتح لك نافذة الوثوق اضغط على من الآيفون أو الآيبات اضغط على كلمة وثوق أو تروست واضغط على كونتينيو بعدما تضغط على كونتينيو انتظر ثواني لانما يتعرف الماك والبرنامج آيتونز بالآيفون أو الماك أو الآيبات مثل ما تشوفون راح يعطيك نيج جهازك اضغط عليها هذا هو خلاص تم التعرف هذا هو كامل الاشياء اللي راح تقدر تسويها مثل بيكاب يعني عمل نسخة احتياطية وغير من اعدادات اعدادات كثيرة تقدر تضغط على هذا الخيار أو هذا الخيار واني تقدر تسوي وائد اشياء مثل نقل الملفات والتطبيقات وغيره من الاشياء وبس يا شباب هذا هو طريقة عمل طريقة ربط الآيبات تذبيته ورابطه بالماك والآيفون اذا عيوك المقطع اضغط لايك الفيديو واذا ما قد ما اشترف قناه اشترف قناه وفا عز الرجل سوبيه سمسل